للمزيد من النقاش والتحليل حول كل هذه التطورات من بغداد ورحب بضيفي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد أحمد الشريف سيد شريف أهلا بك معنا على سكاينيوز عربية وعمليات برية أهلا بك وتوغل تركي في الأراضي العراقية نزوح للعشرات من سكان القرى الكردية ولا يوجد موقف معلن حتى هذه اللحظة من الحكومة كيف نفهم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك لا يوجد موقف رسمي والذي يجري على الأرض العراقية هو ممكن أن نصفه بحسب مثاق الأمم المتحدة هو عدوان يرتكب من قبل تركيا عبر احتلال أراضي لدولة هي عضو في الأمم المتحدة ودون إذن ممكن أن يعتد به في القانون الدولي من أي من السلطات سواء كانت التشريحية أو التنفيذية فضلا عن أنه التمدد غير مبرر يعني حتى إذا كان تحت ذريعة البككة فالبككة لا يتواجدون في مناطق العمادية ولا حتى في معسكر بعشيقة اللي بدأ معسكرا برية وانتهى بقدرات مدرعة وفي تقديري أن تركيا ماضية باتجاه السيطرة ووضع اليد وعادة تموضع وانتشار عسكري بعد أن اقتحمت قاطعا سيادة البلد في عملية سلسلة عمليات جوية الآن بدأت تعزز هذا الانتشار برا الذي يجري أن هناك ترافق عملية العدوان بانتهاك سيادة العراق هو جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان لقرأة آمنة جراء استهدافها التوافق هو لسه توافقا ثلاثيا يعني في تقديري أن هناك صمت غير مبرر من الحكومة الاتحادية وأن هناك قبول على مضض من قبل قريب كردستان لسيمة أربيل حديث عن أربيل لأن التحدي بالأساس هو تحدي سيادي وبالتالي هو مسؤولية الحكومة الاتحادية وليس قريب كردستان يعني تعتقد أنه هو صمت أنه كما ختم التقرير قبل قليل من الزميل حيدر الأسدي مياه دجلة والفرات مقابل الصمت عن هذا التوغل بمعنى تفاهمات ما لأنه نعلم أن هناك مشاكل كثيرة عالقة مع الجانب التركي بالنسبة للعراق أهمها كان مسألة السدود وتعطيش العراقيين الآن هل وارد أن تقوم تركيا بهذه الخطوة المنتهكة لسيادة العراق دون تفاهمات مع الحكومة الاتحادية من باب طبعا ملاحقة الحقيقة ردود الأفعال بالنسبة للحكومة نعم ردود الأفعال بالنسبة للحكومة الاتحادية عليها علامات استفهام لأنه إذا كان هناك ضغطا في ملف المياه وبالفعل إحنا انتقلنا من الفقر المائي إلى العطش المائي أي بمعنى أنه إحنا ما متهديد وجود ولحن نرتبط أساسا باتفاقية إطار استراتيجية واتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة فكان بالإمكان نقل مثل هكذا ملف يهدد العراق إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن والاستعانة بالحليف استراتيجي وعني بها الولايات المتحدة في حل مثل هكذا إشكالي عبر القانون الدولي وعبر القانون الذي يضمن حق التشاطئ في مسألة استخدام المياه ولكن هناك أمر مستبطن يعني منذ مجيء حكومة السوداني نجد أنه هناك تمادي وحالة رفع لوطيرة القدرات الموجودة انتشار قدرات قتالية عالية تعزيز لقدرات تسليحية كبيرة جدا في قليب كردستان مع صمت حكومي وهو غير مبرر وكما قلت أن مسألة المياه قبل أن تكون هي للتوغل في إقليم كردستان هي أيضا كانت نوع من المقايضة قالوا المياه مقابل البترول الابتزاز بمعنى صح وقالوا في امتيازات في مسألة البترول نعم وهذه قضية الابتزاز يعني علامة الاستفهام لماذا يكون هناك طرفا مبتزن وعني به العراق فالإشكالية كلها ممكن أن نصفها هنا توجد وجهة نظر أخرى سيد الشريف أعتذت المقاطعة تقول أن التقارب الذي قد يحدث حتى في المواقف ما بين العراق وتركيا بتحييد مسألة السدود هذه ربما تدفع ثمنه أو يدفع ثمنه إقليم كردستان بمثل هكذا توغل من باب ملاحقة عناصر البككة وكانت وجد السؤالات قبل أيام حتى عند الحديث عن ربما لقاءات تحدث ما بين سوريا وتركيا برعاية عراقية أنه كيف للعراق أن يلعب هذا الدور مع وجود خلافات له مع أنقرة نفهم مما يحدث أن الخلافات سويت والفاتورة ستكون في إقليم كردستان نعم بالحقيقة إقليم كردستان يدفع ثمن يدفع ثمن عدم قلاع الدول للجوار وهي كل من إيران وتركيا وبالمناسبة هناك تفاهم عالي المستوى بين إيران وبين تركيا في قضية إجهاض مشروع أقليم كردستان يعني كمشروع وليس كاستهداف لزعامات سياسية كاستهداف السيد مسعود البارزغني ودليلنا في ذلك أنه حق الكورمور الذي تم استهدافه من حقول الغاز وإن كان الاستثمار فيه إماراتيا لكنه استهداف الحقل أسكت قدرات تزويد الطاقة الكهربائية إلى منطقة تصنف أنها حليفة إلى إيران وفيها حزب هو مقرب إلى إيران فمعنى ذلك أن الأصل هو استهداف الإقليم كنموذج فضلا عن أنه تسوية إجراء نوع من التوافق التركي الإيراني اتجاه العراق عموما وشماله خصوصا والمفارقة الغريبة أنه سياق الحكومة الاتحادية مع الرغبة التركية والرغبة الإيرانية ضد جزء مهم وحيوي وما كل فد ذلك وما كل فد ذلك يعني بالأساس العلاقات ليست على أفضل الحال كعادتها ما بين بغداد وما بين إقليم كردستان في مسألة الموازنات والمعابر التجارية وغيرها من النقاط الخلافية المستمرة ما بين الجانبين الآن إضافة هذا التغاطي وهذا الصمت تجاه عمليات قدم لجزء من الأراضي العراقية وانتهاكات بحق قرى كردية ما كل فد ذلك على الصورة العراقية الوطنية الأكبر سيد الشريف نعم بالحقيقة هو تصدع النظام السياسي على اعتبار النظام السياسي الفدرالي وبالتالي يجب أن تكون لكلمة الفصل في القضايا السيادية التهديد السيادي للحكومة الاتحادية صمت الحكومة الاتحادية يظهرها في حالة تواطئ مع عدو يمارس عدوان بمجب ميثاق الأمم المتحدة ما الضامن أن تنتقل هذه القضية ولربما هذه كانت في ثنايا الحديث الذي جرى في اللقاء الأخير بين السيد مسعود البرزاني وبين أقطاب تلاف إدارة الدولة أو بالتحديد الإطار التنسيقي في نقل رسالة التحذير لأن لا نستبعد أن يلجأ أقليم كردستان بما يمتلك من علاقات إلى تدويل قضية الأقليم بسبب ضعف الحكومة الاتحادية عن حمايته عسكريا وسياسيا بل المساومة على دوره كجزء من الجسد الوطني في قضاياه عبر للحدود وحنا بالمناسبة تم ربط أمن المياه في العراق بالأمن الغذائي لأنه قالت تركيا سنعطي دفحات مياه مقابل أن ما يجري من تطوير في النظام الزراعي في العراق يجب أن يكون ممسوكا بيد الأتراك وأن حتى إذا أردتم أن تدخلوا التقنية في مسألة الزراعة لابد أن تكون كل المواد مستوردة من تركيا حصرا وهذا أيضا نوع من الابتزاز الذي يفترض أن يرفض من قبل الحكومة الاتحادية من بغداد الباحث المحلقة السياسية سيد أحمد الشريف لك جزيل أشكر على هذه الإضاحات معنا على سكاينيوز عربية أشكرك